رجعنا لكم من جديد وبعدنا مستمرين معكم شاب قاد شغفه ببلاده ليجوب في كل الإمارات موثقا بكاميرته جمال التفاصيل رصد من خلال حسابها على إنستجرام المشاريع العملاقة في الدولة منذ بدايتها إلى أن أصبحت معالما تشهد بالإزدهار في هذه البلاد يسألنا أن يكون معانا أحمد المرزوبي يا أمسى الورد ويا أهلا ومرحبا ومنور معانا مساعدة الإمارات أهلين سهلين يا أهلا ومرحبا أحمد طبعا ما شاء الله نتكلم عن شيء يديد ويحتاج لوقت كبير ما شاء الله عليك أول شيء نبعنا عرف عن حسابك الشخصي وكم عدد المتابعين لك لحد الآن أول شيء الحساب يصلت الضوء على مشاريع في الإمارات في دولة الإمارات في جميع المجالات في السياحة في الصحة في الطرق في كل شيء في المسايد وبدأ الوقت بدأ من سنتين صار له وكان الأقبال جدا كبير وهذا جدا ما أتوقعت هذا الشيء والحمد لله وصلت لنا 40 ألف ما شاء الله زين الآن أحمد إذا تكلمنا في عصر السوشال ميديا مثل ما يقولون وفي تقدم لكن الناس أكثر هتقولك إذا تذهب إلى السوشال ميديا تذهب إلى الأشياء فكاهية أشياء مدرجة عادية لكن أنا اللي شفت في عن طريقة الإستجرام الموقع مالك أنه أكثر معماري أكثر يتكلم عن تطور دولة الإمارات كان في البنيان أو العمران فما تحسن أنه يمكن إفئة معينة لتتبع هالشيء ولا فعلا أنه حب البلاد يخليك أنك تتجول في هالأشياء أول شيء اختياري هذا الحساب هو حبي صراحة للمشاريع جميل يعني أنا حب هذا المجال فأنا بديت كهوايا فقط وما توقعت هذه الشهرة جميل وتوقع الشهرة لهذا الحساب أو وصل لأربعين ألف بسبب الحساب الوحيد تقريباً يعرض عن مشاريع الإمارات جميل هو الحساب الوحيد لكن هناك حسابات ثانية أخرى بعد هذا الحساب هناك حساب أبوظبي وحساب كويت يعني بعد هذا الحساب ظهرت حسابات هل هذا أحمد في مجال دراستيك بعد؟ نعم أنا مهندس مدني وهذا المجال بالتمامل نفس مجال الهندس يعني هنا مستغلة هو كبروجيكت عندها وصلنا للحل خبرنا أحمد عن صور الشاهدة الآن هذه صور من تصويرك طبعاً طبعاً هذه الصورة خفتها من عمارة قيد الإنشاء جميل لقناة دبي دمائية نعم وهذه الصورة للمشروع جوهرة الخور تضم مباني وفندق أربع مباني وفندق على خور دبي تكتب المعلومات كاملة يوم تنزل الصور أحمد يعني تقول المشروع هذا في المنطقة الأفلانية ويخلص في اليوم الأفلاني ويكون فيه كذا عطيهم الديتلز كامل عطيهم الديتلز حسب المتوفر حسب المتوفر معلمات الصحيحة عندك المتوفر معلمات الصحيحة زيل أحمد أنت دور حول الإمارات أو بس مركزة على دبي يعني مشاريع مضافي لا حول الإمارات ما شاء الله عليك بس لأنني مقيم في دبي فأكثر الزيارات تحدث في دبي بس وقت الإجازة أخذ فرصتي وسأخذ الجيارة يبالك عبدالله تذهب معه رحلة عبدالله لنا ما شاء الله في الويكند يدور حول الإمارات بس على الدراجة يخذك أحمد طبعا نعرف الناس من خلال شاشتنا قناة الظفرة على حسابك الشخصي أو هذا الحساب نتكلم عنه ما هو حسابه U.A.E. Project U.A. Project يعني حتى اسمك ما هو فيه هذا الولاء نتكلم عنه شكرا نحن نفتح المشروع الإنستغرام 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 وفي نفس الوقت نحن تخبرني الآن أنت بدأت هذا الموضوع هل هذه الصور ستستمر حتى يصل المشروع إلى نهايته أم لا أحمد يأخذ الصورة في البداية وبعدين خلاص المشروع متى ماضا فقط تعريف في البداية حق الناس أكيد سأعطيهم من البداية وين وصل في المشروع ومتى النهاية ووقت الافتتاح لازم أزور المكان وأعطيهم نبذة عن هذا المشروع وأزوره حتى الزيارة يمكن تحصل قبل الافتتاح الرسمي جميل أحمد هل أنت بحكم دراستك مثل ما قلنا قبل قلت أنت مخذنا بروجيكت هذا لما تتمكن وتحط النقاط على الحروف إن شاء الله وتتخرج بتفوق هل أنت مخذنها كتجربة لبروجيكت لحكم دراستك أم أنت هويتك الإماراتية تجبرك أن أبين ملامح دولة الموجودة في مشاريعها وتطويرها الحساب أنا أحب معرفة المشاريع هذا أول شيء ومع الوقت تبين أن هذا سوف يفيدني في مجالي جميل فما توقعت هذه المعلومات التي أحصلها فوصول الـ 40 ألف أعطاني الفرصة أن الشركات تطلب مني زيارة مشروعهم المعين فأصير هناك إقبال من الشركات تفتت صوبك أن تصوير جميل تعريفة للمباني اليديدة أو العمران الذي يحدث في دولة الإمارات وأكيد يحبك الوطن أنت كشاب إماراتي يهمك أن تبين الملامح الموجودة في دولة الإمارات صحيح؟ صحيح أحمد طبعا أنا فتحت الانستجرام ويجب أن نرى بعض الصور حق المشاريع يمكن أن دخلت على أحد الصور مؤيدات الغرويانة سفاري دبي هذا مشروع طبعا جميل أنت زرت المشروع هذا بنفسك؟ المشروع إن شاء الله بزوار جريب إن شاء الله جريب يكون جاهز إن شاء الله لا قد أن تصورتها لكن عرفت عن ملامحة شو اللي بيكون فيه؟ بيكون فيه أربع مناطق في مناطق على النظام قفاص قفاص وشيء سفاري سفاري مفتوح ورح يكون ألف عشر ألاف وخمسمائة حيوان وأنواع مختلفة جميل وثلاث مئة وخمسين منها بيكون سفاري 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 على مستوى دبي سفاري فارك الورقة طبعا في الورقة في منطقة جميلة أيضا في دبي في سفاري ثاني يفتحونها في العين أكبر سفاري من صنع الإنسان يكون سفاري أفريقيا جريب إن شاء الله يفتحونها في مدينة العين يعني جميلة نحن نقدر نقول أن أحمد يعني جزء إعلامي دعاية ستسويه في كيشا ياسم فتحه ديب في دولة الإمارات من المشاريع لديدة نعم هاي بعشد خبرنا عنها أحمد هذه في الشارجة في الشارجة نعم يعني أيحد يمكن أن يكون عنده محل في هذا المكان ومعروضة للبيئ هذه الأراضي يعني هم جهزين يعني محلات المناقصات البلدية لكل حال نعم يعني انتشار مع توجهات طبعا للتوسع في التجارة وهذه الأمور طبعا لابد أن يكون يتواجد عندنا مثل هذه المشاريع الكبيرة أحمد ما من أكثر المشاريع التي صورتها حصلت تفاعل مع الناس فيها يعني شدت انتباههم عن طريق التصوير أو المعلومات تدعبتهم يعني أنهم يسئلون في مكان عن خاص متى بيخرص المشروع هذا أو شو وراء أو شو المعلومات عنه ناس جذبت لهذه الصور التي موجودة أكثر المشاريع هي المشاريع التي ليس موجودة الآن وهي قيد التنفيذ وهي مدن الترفيهية جميل ناس تدور وناسه أكيد هم أكثر شيء تموم في السياحة فهذا ممكنها أكثر شيء في الحساب عن السياحة فأعرض لهم عن دبي باركس كما هي من ثلاث مدن الترفيهية ومدينة مائية ومنتجة فندق عائلي وفيه أيضا منتزهين ترفيهيين في أبوظبي في جزيرة ياس واحد اسمه ورنال برادرز والثاني اللي حتى لا نعلم عنه وفيه مشروع أيضا في دبيلان هناك الكثير من مشاريع الترفيهية والناس متحمسة وفيه هذه المشاريع نأخذ من عندك حصريا لأن الكلام وقت الوقت أو نأخذ وليس يصير لا طبعا أنا أيضا أشاهد الآن مشروع هو من المشاريع ستكون تحفة معمارية في دولة الإمارات أيضا في العاصمة هذا المشروع لا أعرف كيف صورت هذا بعد حولك هذا لا هذا ليس تصويري تصوير تصوير نفسهم جميل أصحاب المشروع طبعا هذا شيء جميل يعني ما أفعل أعطيهم هو التصوير بدون كلام فأنا أضيف صواتي وأغطع في الفيديو وأعرضها لكي يكون مبسط ما هذا المشروع عبدالله شكل ضخم جميل مطار أبوظبي لديد توسيع وليس يدرون عن مشاريع توسيع هذا المشروع سيكون تحفة معمارية إن شاء الله في إمارة أبوظبي ومن المشاريع الجميع ينتظرها بفارغ الصبر لأنه سيكون فيه متعة أيضا أكيد يعني باين من الهندسة المعمارية الموجودة والتقنية الموجودة من ناحية المتاحة في كثير من المتاحة قاية تنفيذ زرت متحف اللوفر اللي في بوظبي هذا المتحف يمكن من أحلى المباني اللي شفتها المبنى تصميم مبنى جدا غريب وجميل فمن يفتح فالناصة يتعرف في اللي أقصدها إن شاء الله أكيد يعني برايك أحمد هذا الشغل انت شغالها الآن ممكن يؤدي بأحمد إلى شركة ممكن تصبح إنتاج ودخل مادي يضيف لك إضافة أيضا في مجالك كشركة والله أنا أقدر أستفيد من زياراتي لهذه الأماكن أقدر أستفيد في أني أكون مهندس محترف في المستقبل وهذا الشيء يساعدني ومن ناحية الشركة هناك طرق طريقة الإعلانة مثلا أكون مثلا أجنت أعلن لشركات معينة على فلل وهذا الشيء لكن لا أفكر في الموضوع محل محل تخطيط نعم أحمد المشاريع التي تأخذ وقت أنا لاحظ أنني تتصورها من الألف إلى الياء بداية ما يتلع المشروع لنهما يخلص فيأخذ من وقت كيف تنظم وقتك بين دراستك بين بيتك بين تصويرك ففعلا يأخذ وقت أكيد أخصص يوم معين على حسب جدولي مثلا مثلا هذا اليوم سيكون عندي كلاس سأذهب إلى الكلية مثلا فنسق هذا اليوم زيارة لمكان معين وحاول يعني هو صعب أكيد كل أسبوع هذا سأذهب إلى منطقة غربية الأسبوع هذا سأذهب إلى إمارة دبي حسب الإمارات تنظيم على حسب يعطيك العافية صراحة موقع جدا رائع يمكن أن تكون هواية التصوير أو حب التصوير وأيضا مرتبط بالقطاع الهندسة والدراستة طبعا ودراستك ومجال عملك لذلك هناك شغف بالإضافة إلى كل هذا حب الإمارات وإذا جاء حب الإمارات يطغي على كل شيء ثاني لأن الإنسان يمكن قدر عنده يقدم شيء لا بد أن يقدمها بكل فخر طبعا أنا ما زلت أتجول هناك العديد من الصور هذه الصورة لا أعرف هي عبارة عن صورة واحدة لكن من أكثر مزاوية هذه الصورة ستكون من نباتات استوائية وحيوانات استوائية داخل هذه القبة جميل ويكون من النوادر يعني؟ ما شاء الله نباتات استوائية جميل المشروع هذا أحمد هذا المشروع في دبي ضمن توسعة سيتي ووك التي في دبي لكن يكون يديد لأول مرة يكون عندنا نباتات استوائية مشروع هو توسعة لسيتي ووك توسعة جدا كبيرة وتقريبا خلصوا كل شيء لكن يفتحون كل فترة يفتحون شيء معهم إذن أنت كشاب اليوم أحمد ماشاء الله عليك وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاه المواضيع التي تطرح ما يمكن تنصح فئة الشباب من أمرك أنصح يتوجهون للمجال الذي يحبون ويشاهدون صح ولا أقل لدولة الإمارات فهذا سيساعدهم من ناحية كهو من هواية يستفي كشغل أو كشي سيفيدهم في المستقبل ونستخدم استخدام صالح المواقع التواصل الاجتماعي في هدف أن يبرز دولتنا الحبيبة أو حتى عن هواية تكون موجودة عندها صحيح لدي صورة بعد أن لم أعرف أين هذه صراحة يمكن هذا قصور من عندنا ولكن نأخذ المعلومات من عندك هذه الصورة التي نرى أمامنا دعونا نرى مخرجنا هذا مثل مختلفة لألعاب مختلفة صلاة طائرة سلة أخنا هذا في دبي في دبي ما شاء الله نرى مشاريع لدينا فكرة عن أن شغال بها أو متواجدة ولكن أشياء فعلا نحن نتكلم عن ييت بي وزارتها أو ييت بوظبي وزارتها ولكن أين بعد أذهب أشياء موجودة هناك كثير من مشاريع تعرف المشكلة أن بعض السياح قاموا يدلون أين سيئر صحيح صحيح لأن هدفهم الرئيسي هو الحضور للسياحة لذلك يبحثون أكثر عندنا ونحن أخذنا الأعمال ونحن المشاغل مثل هذه المواقع نحن نستثمر فيكم توجهون أيضا هذه المجالات السياحية للشباب أيضا أنكم تقدمون شيء لدولة الإمارات يمكن البعض يرى أنه موضوع بسيط ولكن في الحقيقة موضوع جدا راقي ومثل ما قلت إذا عندك هواية أو حبل شيء اتبعه يمكن هواية تأدي لك في نهاية المطار حرفة أو مهنة في مجال هوايتك وبالتالي أنت ستواطي عطاء يكون مختلف شكرا لك الله يحفظ شكرا